السلام عليكم البنات نتمنى تكونوا كاملين باخير ورجعت معكم في فيديو جديد اليوم سوف نوجد معكم لصوص بولونيز بوحد كمية كبيرة سوف نعرف بها في المجمد وهكذا يحتاجون لبات او لا ندروا ببيتزا نلقوها موجودة ما نتعبوه ما نشقعوه اذا نجد معي ان شاء الله تلاخر الفيديو باش تعرفوا على طريقة تحضير هاد لصوص وكذلك على المواد اللي غادي نحتاجوا فيها فكيف ما تتشوفوا انا هنا عندي تقريبا واحد جوج كيلو ديال ما طيشها اللي انا حيت لهذيك البليسة اللي كتكون فيها النباتة هذيك البليسة اللي كيكون فيها البكتيريا ودرتها تسلق نستعليها واحد نصي طرود الماء دابا غادي ناخد الكفتة وغادي نحاول نعطرها درت فيها القصبر حبوب والتومة شوية ديال كامو شوية ديال البزار الخرقو مسكين جبير وكذلك الحرور فلح عارة وغادي نخلطها ونخليها تشوف ديك شرمولة ثم عادي ان شاء الله غادي نطيبها في زويتها بلدية فوحد المقينة بوحدها يعني ما غاديش نديرها دابا مع لاصوس باش كتعطينا ديك البنة ديالها حسن من اللي كنطيبوها مع لاصوس ودروري هي كطيب نمعسها مزيان بلا فوق شيت باش بغيتها تجيني مفرتها ما تقليش مجموعة يعني ما نحطاش ونخليها الطيب ضروري نحركها مزيان زيان 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 ونضغط عليها باش تجيني مفركها كيف ما كتشوفوا نحاول نفركها بالنسبة لهاد لاصوس بولونيز كنحتاجوها في البات وكذلك ممكن ندروها في البيتزا كجلديدة وزوينة وملي كنصوبها بوحد كمية كثيرة وكنحطوها في المجمد كيسهل علينا يعني اللي باقي كيسهل علينا كيبقى نغير سلقو البات اي نوع دل البات اللي بغينا وكنج بدو لاصوس ديالنا من الكنجيلاتور فبالنسبة لما طيشة وانا سلقتها معا وحتى صد الوريقات ديال سيدناموسا ثم راها طابط راني طحنتها معا شوية ديالتومة ودب غادي نطحن داك شوية ديال الجازر حتى هو وغادي نضيف العطرية بالنسبة للبصلة غادي نضيفها هكذا بغيتها انا باش نكونوا وكان اكلوا ديك لاصوس مع اللي باط نحسو بديك البصلة وكذلك ديك الفلفلة غادي نرميح تل التالي لان البصلة غادي تشد شوية طياب فالفلفلة والكفتة هذا يرميح تالي لان الكفتة راه طيبة هنا انا درت العطرية درت سكين جبير الخرقوم البزار القصبر حبوب توماش بيادي الحرور وفلفلة حمراء مكانتش عندي تهيك خصنا ندروها بالنسبة لما تشديل الحق ممكن نضيفها ممكن ما نضيفوهاش بالنسبة لي انا ما اضفتهاش كيفما اقول لكم الفلفلاء والكفتاء حتى الاخر نبغان نضير زويته ونرد كل شي طيب فاشت بليها البصلة ان شاء الله عاد نضيف الباقي فهاد الاسوس بولونيزم اللي كان وجدوها بوحد الكمية كتير وكان حطوها في الكونجي لطاق دينا فهي كانت توفر علينا الوقت وتسهل علينا المأمورية كندخلو من الخدمة دينا اولا كندخلو من برا كنكونوا عيانين ما فينا ما ندخلو الكوزينة كنناخدو شوية دي اللي باط اللي احنا كنبغيو وكنسلقوها فميها سافي وكننضيفو عليها الاسوس كنجبدوها متلاجة كتكون موجودة سافي من بعد ما طابت لي ديك البصيلة هذا بغادي نضيف الفلفلاء وغادي نضيف الكفتاء حتى هي ونخلط نحرك مزيان نخلي غيو حد خمسة دي نطقيق وغادي نطفي عليها حيث را كل شي تقريبا طيب بل الفلفلاء ما قد تاخدش وقت كتير سافي لاصوس ديالي هيا وجدت كيفما كتشوفو اللوين يلا كيش هي وعدراجات اللي ده بزفزفزف كما كتشوفو بكمية وفيرة وغادي نخليها ان شاء الله تبرد وغادي نفرقها في المميكات وغادي مريكم الطريقة كيفاش نفرقوها في المميكات هنا غادي نشارك معكم حد طريقة عمالية باش نعمروا الليببوش ديالنا باللاصوس لما نصفو الليببوش لانا نشكو نعمروا مغير هكدا ضروري كي تقاسونا من الجناب لكن هات طريقة نقرطو الكاس ونغلفوه بميكا ندخلو فيه ميكا الداخل ونغلفوه للجناب في هكدا باش دكشي اللي غادي نخويو غادي نخويوه يعني في الميكا من تحت يعني في القاعد لميكا نشيف الجناب كيفما كتشوفو وهنا باش نسهل المأمورية درتوا حد مجموع عادي لكيسان باش نعمروا مغاوحدة وبالنسبة اللاببوش فاش ندرو فيها القياس ديال اللاصوس اللي احنا محتاجين غادي نبركو عليها باش نخرجو النفس وغادي نخليو واحد شوية ديال الميكا عادي للعاقدة ندروها الفوق بعيدة على اللاصوس باش نخليو لديك اللاصوس بفيه نتجمد فاش كتتجمد اللاصوس يعني كتتترجاع الحجم ديالها كبير باش ما تتفرق عناش يعني اللاببوش فوص القونجيلاتا فهات طريقة هادي اللي وجدت معكم بها لاصوس بولونيز يعني من حيث المعداقة تجيرها يعف المعداقة تجير غزالة وكذلك وجدتها بكمية كتيرة وغادي نحتفظ فيها بالكونجيلاتا يعني غادي توفر عليك وقت كتير وغادي تسهل علي المؤمورية يعني غالبا يعني في العشاء كانت بقى حايري شنو غادي نديرو شنو غادي نديرو شنو غادي نديرو خصوصا اللي دخلنا من الزنقاء عيانين ولا جينا من العامل عياني فهالطريقة غا تسهل علينا المؤمورية غا ناخدو شوية الليبات غادي نسلقوهم وغادي نجبدو البوش دينا من الكونجيلاتور وهاي العشيوة دينا واجدة كيف ما كتشوفوه الكيمية كتيرة عندي يعني غادي نرتاح بوحد المودة يعني من التخمام أشن نديرل عشان طبيعتها الماشي يوميا ولكن واحد المرة في الأسبوع غادي نوجد عشايا فيتفي فانا غادي نوريكم إن شاء الله غادي نوجد هاد النار سباكيتي وغادي تشوفوها معايا كيف الجاية هنا سباكيتي أنا صلقتها مع واحد شوية دي الملحة كيف ما تتشوفو أنا الليبات ما درت فيهم لا زبدة ولا زيت حدي جلاصوس دياليرها غانية فيها زويتة بلدية وفيها الكفتات هي ركت القليدة فما نحتاجوش عاد نديدون يددموها أكتر فهد سباكيتي هدي جا تلديدة بززاف فكنتمنى أنكم تجربوها بالطريقة ديالي وتوفر عليكم شقا وكترتلوقوف في الكوزينة فهالطريقة هدي أنا ريحتني بزاف 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 فهذا كان عقز عليه فهذا كان يوجده مثلا هكذا يلاصوس كان يكون هانيا فش يكون فيها ما يدير شيء فيها يعني كان قرراني غادين دير لبات بلاصوس بولونيز فيت فيها توجد كيف ما كتشوفو الليوين ديالاصوس كيش هي هارهاجة غزالة هاد ديالاصوس جربوها وردوا عليها الخبار والصور خضالية بزاف ديال الوقت اني معطلها في العشاء دكشي لاش كان كوب بزربارة اني هرقت فكنتمنى أنكم تقدروا المجهودات ديالي وتبرتجوا لي القناة مع الأهل والأصدقاء والأحباب وما تبخلوش لي باللايكات ديالكم بتعليقكم محفزة باش نعطيكم المزيد ان شاء الله فالفيديو ديالي وبصن نهاية دياله كان نقول لكم تبقوا على خير وإلى فيديو آخر ان شاء الله ما تنسونيش من البرتاج مع الأهل والأصدقاء والأحباب إلى اللقاء